السلام عليكم جميعاً ومرحباً بكم معنا في هذه الفعالية التي جمعت صراحة بين الأمور التقنية المحدثة وأيضاً على مستوانا إن شاء الله نحاول نعرض النظام الذي سيتم الاعتماد عليه بالنسبة لفرق للعمل سواء بالنسبة للمبادرة أو باقي الجهات الخارجية ذات العلاقة فبالنسبة للنظام المعتمد هو نظام يمكن من عدد من الوتائق بمعنى أن هناك العدد من المداخل التي يمكن وصول مثلاً من هذه الملفات إلى الفعاليات المبرمجة ذات العلاقة والتي تمكن أيضاً العديد من الجهات سواء داخلياً أو خارجياً من الاستفادة من كل الموارد المتاحة بالنسبة للتقويم يعني يمكن من معرفة فل الفعاليات سواء داخلية أو ذات العلاقة بعمل المبادرة كما هناك إمكانية ويبنار مثلاً مباشرة مع عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للحضور سواء كانوا من الرواد المنصة يعني البانيلس أو من العموم وهذا يعني يمكن العديد من الخدمات المتقدمة فيما يخص الوثائق وتحديداً الملفات التي يتم طرحها للنقاش من أخوى النقاط صراحة في هذه المنصة هي كل ما تقدمه فيما يخص التفاعل مع الوثائق بمعنى عندما يكون لديكم مثلاً أي ملف يتم تدوله هناك صراحة عدد من الصلاحيات التي تقدم لمناقشات هذه الوثيقة فمثلاً إذا كان هناك أي إضافات أو تعريقات يمكن وضعها والاستفادة منها من جميع الناس المعنيين حسب صلاحيتهم هناك أيضاً إمكانية مشاركة الوثيقة سواء داخلياً أو مع الأعضاء يعني من خارج المبادرة كما يمكن أيضاً من خلق دردشات واجتماعات بخصوص هذا النوع من الوثائق وشكراً سيدا شكراً